من جهة أخرى تواصلت تاليدنات الرسمية التركية لقرار الإدارة الأمريكي حيث ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل محذرا من خطورة هذا القرار ومضيفا أنه سيضع المنطقة في دائرة النار من جانب آخر أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن مدينة القدس مقدسة للأديان السماوية الثلاثة وأن أي تغيير في وضعها ستكون له عواقب خطيرة على المنطقة هذا وشدد يلدرم على أن تطبيق قرار ترامب على أرض الواقع يعني إقحام منطقة الشرق الأوسط في مأزق كبير لافتا في تصريحه أن زعماء دول منظمة التعاون الإسلامي سيبحثون تداعيات هذا القرار خلال القمة المقبلة التي دعا إليها الرئيس التركي بدورها حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فادريكا موغوريني من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت موغوريني أن إعلان ترامب حول القدس يثير قلقا شديدا مضيفة أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وموحد وأن الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين يرتكز على أساس حل الدولتين والقدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين إن إعلان الرئيس ترامب عن القدس له تأثير مقلق جدا وهش للغاية وهذا الإعلان من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء إلى أيام أكثر قتامة من تلك التي نعيشها الآن الاتحاد الأوروبي لديه موقف واضح وموحد نعتقد أن الحل الواقعي الوحيد للصراع بين إسرائيل وفلسطين يقوم على دولتين وعاصمتهما القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين من جهته نقل مصدر مقرب من آيات الله العظمى على السستان أعلى مرجع شيعي في العراق قوله إن القرار مدان ومستنكر وأساءل بشعر مئات الملايين من العرب والمسلمين لكنه لن يغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمان على حد تعبير المصدر كما وحذر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إسرائيل من تداعيات هذا القرار وقال الصدر إن قوته يمكنها أن تصل إلى حدود إسرائيل من سوريا على الحكومة العراقية غلق السفارة الأمريكية وعلى أقل التقادير استدعاء السفير الأمريكي وتقديم مذكرة احتجاج على ذلك أدعو لاجتماع طارئ لجميع الفصائل العراقية المجاهدة في أي مكان يرغبون به لتدارس موضوع القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل كذلك أدعو لاجتماع طارئ لجميع الفصائل العربية والإسلامية في أي مكان ممكن وفي أسرع وقت ممكن نريد أذكر إسرائيل خاف ناسية نقدر نوصل إلى حدودها عن طريق سوريا فلتحذر يكون أفضل إلها ترجمة نانسي قنقر